يعني حضريك امبارح شوفنا مباراة كنا كلنا على أعصابنا ويعني في الحقيقة زملكوية وأهلوية احنا كلنا حابين مصر هي كأنها اللي بتلعب فعايزين نعرف تقييمك امبارح للمباراة كنت عاملة ازاي وللفرقتين أكيد أولا مبروك لنادي الهلال فوز ببطولة كأس السوبر لوسيل اللي قيمت امبارح وهارض لك الهلال الزمالك لكن كان متوقع فوز الهلال بالمباراة نظرا لأن فريق الهلال السعودي أولا هو بطل السعودية وبطل أسيا وضم مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المتميزين المحترفين من مختلف دول العالم يمكن شوفنا الفريق مبارح فيه خط الدفاع وحارس المباراة بس سعودي وسالم الدولة السعودي اللي بيلعب فيه الهجوم وبقية الفريق من كولومبيا ومن برازيل ومن أرجنتين ومن مالي ومن نيجيريا فالفريق بيضم مجموعة متميزة من اللاعبين الكبار المتميزين على أعلى مستوى فريق الزمالك ما فيه الشك أنه أقدم السنة دي موسم رائع وحق إنجازات كبيرة جدا يمكن كانت غير متوقع لكن مستوى اللاعبة اللي موجودين في الزمالك لا يرتقي إلى مستوى لعبة الهلال معظم لعبة الزمالك يمكن ما كانش حد يتوقع أن هم وحقه الدوري والكاس الزمالك مبارح كان بيعاني في خط الوسط ما عندهش خط وسط ما عندهش يمكن فيه مهاجم زيزو على مستوى عالي سيف الجزيري لكن ما كانش عنده خط وسط ولا صانع ألعاب فالزمالك أقدم وراه حسب قدرة أمكنات اللعبة ويمكن استطاع فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك أنه يوظف كل لعبته من أجل الخروج بنتيجة جيدة وخرج بفعلا بنتيجة جيدة وهي التعادل واحد واحد وكان من الممكن أن يفوز الزمالك بضربات الجزاء لكن ضربات الجزاء دي ضربات حظ ويمكن إحنا كمصريين للأسف تالت أو رابع مرة السنة دي الحظ من ضربات الجزاء خسرنا نهائي في أمام أفريقيا ضربات الجزاء أمام استنغال خسرنا المبرار في أصل بينımı وين استنغال بتآهر كهس العالم بضربات الجزاء حتى منتخب الشباب خزص المطولة العربية اللي كانت في السعودية مؤخرا بضربات الجزاء نادي الزمالك خسر مبارح بضربات الجزاء لكن هارد لك لنادي الزمالك ولا إلا أعيد نادي الزمالك ومبروك اللي هي للهلال السعودي ولكن يجب أن يكون هناك بعض التدعمات لنازل زمالك خاصة في خطية الوسط وخط الدفاع